نحن اليوم سعيدين قاية السعادة واليوم بالنسبة لنا عيد احنا المشكرة سيدة الرئيس للقرار الشجاع للقرار التاريخي اللي اتخذوا اتجاه شعب جنوب السودان وان احنا ذاتنا القرار ده بالنسبة لنا مفاجئ ما كنا متوقعين ان الولايات ترجع لعشرة احنا مشكرة سيدة الرئيس ومنشكر ايضا اهل ال32 ولاية وخاصة ال22 ولاية اللي اتلغت منقول لهم شكرا شكرا على المسئولية اللي اتحملتها ومنقول لسيدة الرئيس نحن والله مبسوطين وشاكرنك وده الشي اللي بخلي البلد تستغر وتمشي لي قدام وده المسئولية وده القيادة القاية دايما بيجي زي ما بقوله الجواد الصابي بيجي في اللفة فده القيادة الحقيقية وده الكلام المطلوب وده الكلام نترجاه والله كنا خايفين بالذات يوم 22 ده بالنسبة لينا يوم صعب جدا لكن الان بيقالينا يوم عيد احنا بنقول لهم شكرا لشعبي جنوب السودان شكرا لكل من ساهم وساعد في سلام جنوب السودان ونتمنى انه الساعة دي برضو ان شاء الله هتجي لأهلكم في شمال السودان ان شاء الله في الايام الجاي جزي ساعتنا